منظمة العفو الدولية تطلب الكشف عن مصير مئات العراقيين السنة 643 شاباً ورجلاً ألقي القبض عليهم ضمن آخرين خلال عملية للحشد الشعبي في مدينة الفلوجة قبل خمس سنوات ولم يعودوا حتى الآن العائدون قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة فشكل رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي لجنة تحقيق نقطع الطريق أمام التوتر الطائفي في البلاد لكن نتائج ذلك التحقيق لم تنشر خلال الحرب ضد داعش نددت منظمات غير حكومية وعائلات بانتهاكات ارتكبتها الأطراف كافة إذ نفذت هجمات انتقامية ذات دوافع طائفية أو إثنية خلال سنوات القتال وتقول المنظمة إنها وثقت عشرات حالات الإخفاء القسري الأخرى منذ عام 2014 في محافظات الأنبار وبغداد وديالة وصلاح الدين مشيرة إلى أن التحقيقات في تلك الوقائع لم تفضي إلى محاسبة مرتكب الانتهاكات وطالبت المنظمة بالكشف عن مصير الذين تعرضوا للإخفاء القسري وضمان نزاهة التحقيقات في مزاعم التعذيب والخطف وكشف نتائج التحقيق الذي أمر به رئيس الوزراء وذكر التقرير أن جرائم الإخفاء القسري لا تمس فقط ضحاياها بل تمتد لأقاربهم الذين يعيشون في عذاب مستمر بسبب غموض مصير أحبائهم وتقابل محاولاتهم الحفيفة للوصول إلى معلومات بشأنهم بالتقاعس من المسؤولين